ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل منه قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز منكم تقام إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وهو خوة شابهات فأما الذين في قلوبهم زيظون فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به بل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا بالمدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إنهم الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وضود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذلوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وتعشرون إلى جهنم وبكس المهاد قد كان لكم آيتهم في فئتين التختار فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرا يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين من الناس حب الشهوات من الإساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسوعة والأنعاب والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ثالكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال إن فيها وأخوات مطهرة ورقوان من الله والله أصيرهم بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم وأولو العلم طائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منه وهم معرمون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معنودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه وأفيت كل نفس ما كسبت وهنا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بياتك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخر المؤمنون الكافرين أمرياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء طدير يوم تجن كل نفسه ما عملت من خير محضرات وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ولوحا هو أهل إبراهيم وأهل عمران على العالمين ذريتهم بعضها فاعطهم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني لذرت لك ما في بطني محرار فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وثريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطبور حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها لزقا قال يا مريض أنها لك آثا قالت هو من عند الله إن الله يعزق من يشاء بغير إساب هنالك دعا زكريا ربا قال رب هبني من لدنك ثرية طيبا إنك سميع دعاء فلادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصارا وحصارا ونبيا من الصالحين قال رب أن يقول لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب تعالي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وابكن ربك كثير وسبح بالعشي والإبكار وإن قالت الملائكة يا مريب إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم بنتي لربك واسجدي وارجعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصرون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من أسره المسيح عيسى بن مريم وجينهم في الدنيا والآخرة ومن المطربين ويكلم الناس في المهد وكهله ومن الصارئين قال تغبئنا يقول لي وقد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له هم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والدورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كحيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرصى به الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الطيرات ولأحل لكم بعض الذي حلم عليكم وجهتكم بآية من ربكم فاهدقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجالل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم هجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ولساءنا ولساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الدورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها مولاي حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة وكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدهم مثل ما مجيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤديه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بغنطان يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدين أل لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون قال أأقرنتم وأخذتم على ذلك قصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن دولنا بعد ذلك فهلأك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاد ويعبوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يطبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء أبن المينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته وأولئك هم الطالون إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحقون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحقون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليك كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرى إسرائيل على نفسه إلا ما حرى إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزلت ثورا قل فأتلوا من تمرات فأتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكرم من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراه محيفا وما كان من المشركين إن أول عيث يوضع للناس الذي ببكته باركا وهدى للعالمين فيه آيات مبيلة مقار إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس إجوا البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غيب على العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهود على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمنا تبقونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أهل الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذي يهوتوا الختاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم بتلا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد رضي إلى سراط مستقيم يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله حقا تخافه ولا تهدون إلا أنتم مسلمون واعتصروا بحبيب الله جميعا ولا تفرقوه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبح لهم بنعمته إطوانا وكنتم على شفا عفرة من النري فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتلون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويغضرون بالمعروف ويغضرون بالمعروف وإنهم لعلكم كي أولئك هم المفلقون ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تريض رجوعهم وتسود رجوعهم فأما الذين سودت رجوعهم فكفرتم بعده ما لكم فلوغوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت رجوعهم ففي رحمة الله ففي رحمة الله من فيها خارجون لذلك آيات الله نتروها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين ولله ما في السماعة وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كن خيرا لكن مخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتلتعون علم كلمة تؤمنون بالله ولو آمل أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم اللهم يؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا وإن يضاطركم والأدباكم هلا ينصرون ضربت عليهم الذلا وأينما تضفون إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبالهم بغضب من الله وغلبت عليهم المسكدة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأليات الله ويقتلون الأمور بياء بغي حق ذلك بما عصر وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة طائما يتلون آيات الله أداء الليل وهم يستلون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويلهون على المنكر ويلهون على المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون بالخير فلن يكفرون والله عليهم بالمتقين إِنَّ الَّذِي لَكَفَرُونَ يُعْدُونَ يَعْنْهُمْ أَمْغَالُونَ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَيْكَ أَصْحَاهُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِقُونَ مَثْلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِّيْءٍ مَثْلِيْءٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْفَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَلَّكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمُوا اللَّهُ لَكِنْ أَعْنُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَلَمَنُوا لَا تَتَّخِرُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَالْدُوبَ عَلِدُّمْ قَلْوَلَتِ الْبَغْطَارُ مِنْ أَفْوَائِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورٌ أَكْبَرٌ قَلْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْأَيَاتِينَ كُنْتُمْ تَعْقِبُونَ هَا أَنتُمْ أُولَكِ تُحِبُّونَكُمْ وَلَا تُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْهُمْ قَالُوا آمَنُّا وَإِذَا دَخَلُوا عَرْضُوا عَلِيْهُمُ الْأَلَاهِلَ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُودُوا بِغْيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاكَ الصُّلُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَدٌ تَسُبْهُمْ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَرُّكُمْ كَيْلُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ رَضُغْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُوُّعُوا الْمُؤْمِنِينَ قَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَا لِمْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ رَيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِمَدْرِهُ وَأَنْتُمْ أَذِلًّا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُرُمُوا الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْهِ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدَّكُمْ وَرُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةٍ زَلِيرٍ بَلَا إِنْ تَصْبِعُوا وَتَبْتَقُوا وَيَأْلُوكُمْ بِمُنْ فَوِّينَ هَذَا يُبْدِرْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَوِّمِينَ وَمَا جَعْلَهُ إِلَّا مُشْرَى لِكُمْ وَلِتَطْمِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العزيزِ الْأَجِيلُ لأبطى عرفا من الذين كفروا ما يكبتهم فينقلبوا خائمين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا ضعفا واتقوا الله لعلكم تفلكون واتقوا الناو التي أعدت للكافرين واضيعوا الله والرسول لعلكم تغحبون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والطراء والكاظمين الغيغة والعافين عن ناس الله يحب المحسين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لبنه بهم ومن يغفر ذنوب الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وادخلت من غبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهده وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحسنوا أنتم الأعلىون وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم طوح فقدمس القوم طوح مثله وترك الأيام ونؤمنها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويدخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحض الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم ويعلم الصابرين والغدو أنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم هو أنتم تنظرون وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انطلبتم على أعضابكم ومن ينطلب على عقبينه فلن يضر الله شيئا وسنجت الله الشاكرين وما كان لنفس أنتموت إلا بإذن الله كتابا مؤدلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه لها ومن يرد ثواب الأخرة نؤتيه لها وسنجد الشاكرين وكأي من نبي قاتل معهم ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذوهبنا وإسوافنا في أمرها وثبت أقبامنا وانصرنا على القوم الكاثرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يردوكم على أعظابهم فتنطلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا أعب بما أشركوا بالله ما لم ينثل به سلطانا وأرواه النار والمرسمة والظالمين ولقد صدقت الله معده إذ تقسوا لهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتلاثعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما رأكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله هو فضل على المهمنين إذ تصدون ولا تلعون على أهدهم والرسول يبعوكم في أخارهم فأتابكم غمهم بغم لكي لا تأزلوا على ما فاتكم ولا ما أصارهم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغمم بأمانة نعسى يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أغفزهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية يقولون أن لا من الأمر من شيء قل إن الأمر لهم لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون أن كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هناك قل لهم منذ في بيوتكم لبعز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليكم بذلك الصدور إن الذين تولوا منكم يوم أنتقل جمعا إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان بمعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله بطور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غسا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميد والله بما تعملون مصير ولئن قتلتم في سبيل الله أمدتم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم أو قتلتم لإلى الله يجمعون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو انت فضرا غريبا القلب لهم فضوا من حولك فعفى عنهم واستغفر لهم وشامرهم في الأرض فإذا عزمت فتركى عن الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخبركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان النبي أن يغلل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلبون أفمن أن تبع رضوان الله كمن ربال بثغط من الله ومعوله كأنه ومئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من فالله على الأممين يربع فيهم وصول من أنفسهم يدلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والهكمة وإن كانوا من قبل في ظلال مبين أولما أصابتهم مصيبة قد أصابتهم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسهم إن الله على كل شيء قدير وما أصابهم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا باطلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لهم أعلم قتال لاتبعناكم هم للمفر يوميه أقض منهم للإيمان يقولون بأخوانهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون الذين ضاروا لإخوانهم وقعهم لو أطاعونا ما قتلوا قل فداروا عن أنفسكم الموت قل فداروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صارقين ولا تأسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فإحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلنقوا بهم من خلفهم ألا خوف أعلمهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفض وأن الله لا يضيع خطر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما صابهم الخرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفض لم يمس السرور واتبعوا إطلاع الله والطار ذو فض عظيم إنما ذلك الشيطان حرف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وما يحزن كالذين يسارعون في القفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب العقيم إن الذين اشتغوا القفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إن ما نملي لهم يستاب إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليفر المؤمنين على ما أن لنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطير وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتبع فلكم أجر عقيم ولا يحسب لهم الذين يبقرون بما آت له الله من فقرين وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما بحلوا به يوم القيامة ولله بير رف السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وله أغنياء سنكتب ما قالوا وقتله الأمر بياه بغير حق ونقول ذو عذاب الفريق ذلك بما قدمت كيديهم وأن الله لمس بظله من العبير الذين قالوا إن الله عمل إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد ها أكم رسل من طبري بالبينات وبالذي قلتم فإن قتلتم وهم إن كنتم صالحين فإن كذبوك فقد أذب رسل من قبلك جاء بالبينات والثور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإن نبا تغفون مجوركم يوم القيامة فمن سحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فمن سحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتدقوا فإن ذلك من عزم اللغور وإذ أخذ الله ميثا والذين أوتوا الكتاب لتبين النهر للناس ولا تكتمون فلتوا أظهورهم واشتروا به ثمن قليلا فبذ ما يشتعون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبطون أن يحملوا ويحبطون أن يحفلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب النليم ولله خلق السماوات والأرض ولله خلق السماوات والأرض والله على كل شيء قدر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعود وعلى جنوب ولتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا واقلا ربنا ما خلقت هذا فاقلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار قد أخذيتك ربنا إنك من تدخل النار قد أخذيتك وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا أولا يجي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسمك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب الله أني لا أضيع عمر عام من 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 الذكري أو أن بعضهم من بعضهم 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 من فالذين ماجوا وأخرجوا من ديارهم وأغذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر أعلم سيراتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثابا من إذن الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مترعهم قليل ثم مغواهم جأن ومكس لهذا لكن الذين اتقروا فهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من انت الله ومن عند الله خير للغا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الخاشرين لله من يشترون بأليلات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سيعوا الحساب يا أيها الذين آمروا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابروا واتقوا الله على لكم تفلحون